السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير اليوم سنقوم بزراعة التوم بهذه الطريقة إذا المتابعين الكرام لا تنسوا متابعة ورايك للفيديو لساسيجينا لنستمر في تقديم المزيد إن شاء الله إذا المتابعين الكرام يجب اتباع كل الخطوات التي سنقوم بها في هذا الفيديو وكن متأكدا إذا اتبعت كل هذه الخطوات فستنجح هذه الزراعة مئة في المئة لأنني قد جربتها عدة مرات في المنزل وقد كانت ناجحة مئة في المئة والخطوة الأولى وهي رأي الترب بهذه الطريقة قبل وضع أحبات التوم أما الخطوة الثانية وهي وضع أحبات التوم بهذه الطريقة الدائرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة والآن سنقوم بوضع هذا الكيس البلاستيكي والذي هي دور مهم في الحفاظ على طوبة أتربة وأيضا يسرع في نمو أتشون إذن وإلى هنا موجة من الكرام ننتهي من هذا الفيديو نلتقى في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر